السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم يا أجمل متابعين إن شاء الله يرب تكونون بأحسن حال يا هلو غلا فيكم نوريني جميعا وحياكم الله في قصة جديدة من قصصنا ولكن قبل ما نبدأ بسرد القصة صلوا عن نبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وننطلق لقصة اليوم وتقول صاحبة القصة يا هلو والله أنا متزوجة وعلاقتي بزوجه الحمد لله يعني ما في مشاكل لا بيني وبينها يعني حتى مع أهله ما في أي مشاكل لأن علاقتي أساسا فيهم جدا رسمية ما في هذيك الميانة اللي بيني أنا وياهم فدائما حاطوا حدود وأشوف إن كذا يعني أفضل لي ولهم بعد لأن أحيانا الميانة الزايدة تسبب مشاكل أنا عندي بنتين توأم يدرسون في الابتدائي وولد صغير توأ عمره سنة ونص وأنا ولله الحمد موظفة بمدرسة يعني وبناتي يدرسون معاي في نفس المدرسة اللي أنا فيها فنروح ونجي مع بعض وولدي دائما أجهز أغراضه ويأخذ زوجي ينزل عند أمي أنا وزوجي متفقين على كل شيء ما عندنا أي مشاكل لا من ناحية الغداء ولا بالعشاء ولا بأمور حياتنا كل أمورنا ماشية ولله الحمد ونرضى بالأشياء العادية والبسيطة أما حنا مثقلين يعني مرة على حالنا ومتكلفين ليه مرة من المرات جاء أخو زوجي يبا يسكن عندنا يعني بيجلس فترة مو بيسكن عندنا طول العمر لا يعني بيجلس فترة وهذا اللي أنا حسيته يعني هو بيجي يسكن عندنا على إنه في بيت أهله أمه وأبه في نفس المنطقة اللي حنا فيها فهو حقيقي كان زعلان من زوجته يعني كذا حمقان وزعلان من زوجته فعندهم الشخص اللي يزعل من زوجته يطلع من بيته فحنا صراحة ما حنا متعودين بالعادة الحرمة هي اللي تروح بيت أهله مو الرجال بس لا هذا هو جاي يعني عند بيت أهله طبعا في البداية راح بيت أهله وصراحة ما كنت متوقع أن راح بيت أهله بس بعدين اكتشفت هذا الشي أنه راح بيت أهله لكن أمه طردته لأنه ما أخذ بنت خالته فما قبلتها يعني على بنت خالتها ولا قبلته عنده بالبيت وما تبغى يعنيني زعلانة على بنت أختها المهم ما علينا بالبداية فأنا زي ما قلت لكم ما كنت موافقة ولا أحب الحركات يعني أحد يجي ويجلس في بيتي فحنا عندنا روتين وعندنا نظام وبنفس الوقت ما وديني أكسر بخاطر زوجي هو قال لي يا بنت الحلال بنخلي بس في القسم حق الديوانية يعني حنا عندنا ديوانية ولها باب خارجي وباب داخلي قفلت الباب الداخلي وأكرمكم والله يعني كان معاها دورات المياه ورح سكن في الديوانية دي وكنت أمشي الأمور معاه والله بس عشان خاطر زوجي والله أنا ما كان جايز لي ولا أرضى أن يكون أحد عندي بالبيت أصلا جديدة علي يعني أن الرجال يزعل ويطلع من بيته يعني كذا زعلان ويروح يجلس في مكان ثاني اللي يعرف أن الرجال يجلس في بيته ما يطلع من بيته المهم ضغط على نفسي وتقبلت الموضوع قلت يا بنت الحلال أصبري فترة وتعدي ويرجع البيت إن شاء الله ويرضى وتحملي عشان خاطر زوجك لأن زوجك شخص طيب ورزين وزين خاصة أني أعرف يعني طبع أخو زوجي فأنا من تزوجت زوجي وأخوه هذا حالة مع زوجته دائما يتهاوشون يرجعوا للبعض قلت أبد ما بيطول أسبوع أسبوعين بالكثير ويرجع كان تفكيري كده واعتقادي من بداية الموضوع فبصراحة أنا ما حاولت أخرب الروتين اللي عندنا من يوم أنا متفقين عليه أنا وزوجي وعيالنا يعني ما شين عن نفس النظام في مرة وأنا قاعدة أصلح فطور عشان أفطر عيالي وأفطر زوجي وعشان أطلع للدوام مرة واحدة المهم هذاك اليوم جلس يدق الباب يدخل علينا يعني يدخل عندنا بالقسم تخيلوا فقلت لزوجي هذا القسم حقنا وهذا القسمه ما يريد أن يأتي عندنا خير قال لي زوجي يريد فطور عائلي يحس بالألفة تخيلوا يعني ما مستوعب طلبه أساسا قلت حبيبي يحس بالألفة يروح لزوجته وعياله لا يجي يحاول يحس بالألفة عندي ببيتي أصلا الحرام ما يجوز أني أجلس معاه شرعا يكفي أني سمحت لك تخلي يجلس بالديوانية فلو سمحت يعني المهم راحوا يكلموا وقلوا ما يصيروا من ذلك وجاء زوجي وأخذ الفطور وراحوا يفطروا بالديوانية تخيلوا ثاني يوم جاء زوجي يقول ترى ما يعجب الفطور حق أمسي باك تسويين الفول وتقشرين الفول مو تسويينه يعني من غير ما تقشرينه أنا هنا الصراحة مدريش أقول لكم يعني أنا حتى ببيت أهلي ما قد أحد قللي أني أقشر الفول فزين مني أني أنا سويت لك فطور يا آدم أحمد ربك أنا استحيت منك يوم أنك طلبت فول قمت سويت المفروض أنك تستحي على وجهك وتاكل وتنطم ولا بعد يتشرط أني أقشر للفول فأنا تغاذيت عن كل هذا وطلنشت بوقتها قلت تدري أنا حتى الفول ده ما نمسويت له فصار يجيب معلبات ويطلبني أني أسوي للفطور أنا هنا صراحة ضاقة صدري والله العظيم قلت لزوجي ترى طلباته مرة كثرة والفطور أنا ما عندي وقت أني أسوي فطور أنا يالله أني ألحق أجهز بناتي أجهز لك الولد عشان تاخده وتمر فيه لأمي أنا الحين صرت مرتبطة بشخص بالغ عاقل كبير يا ابن الحلال تراها يعني كلها سبعة ولا ثمانية ريال يروح يفطر فيها نفسه برا يستحي على وجهه شوي يكفي يكفي أنه طول اليوم جالس بالبيت يطلع للدوام يفطر نفسه ويخلص الموضوع خلاص انتهى إلا أنا اللي أطبخ له يعني فهنا زوجي عاد قال لي تكفين أخوي ومدرش وعيب وهو بوجهي جلسة أسوي يعني يالله عشان خاطرة بس أني أمشيها مشيت كثير عشان زوجي والله العظيم طبعا أخذ الفطور تتوقعون أن أكله سكت لا ما سكت قاعدها ويصارخ ونسمع صراحة أنت ما تعرفين تطبخين أنت رفلة واش ده الفطور اللي ما ينبرع بالله مين بياكل هذا وقتها أتمنيت والله العظيم أني أدخل عليه كذا ونطف شعرة تنتيف أبا أسوي شيء أي شيء أبرد خاطري بس بس اللي سويت أني جهست بناتي وطلعت وتركت ولدي عند زوجي عشان يودي عند أمي زي ما حنا متفقين فسحفت على الخبل ذا وهو صارخ ورحت وخليتهم لكن المفاجأة إن زوجي معطي رقمي ناشب لزوجي يقول أعطيني رقمها أعطيني رقمها ويبغو يعلمني يعني كيف أسوي الفطور إنسان وقح أكسم بالله وقح بشكل ما تتصورونه عمري في حياتي ما شفت أحد بوقاحته مستحيل يكون في بشر كذا صدقوني يعني في علب مخة المهم لما نشافني أني ما رديت عليه وأطنيش أرسلي بالواتس قالت تصلي على زوجتي طبعا اللي هو زعلام منها وأسأليها كيف تسوي للفطور أنا ضحكت بينه بين نفسي على طلبه يا آدمي طب أنت خاطرك في فطور زوجتك رح لها رح راضيها يرحم أمك رح راضيها رح جلس معاها والله العظيمة بلشني شين مقوي عين فصرت أطنشة ما أعطي وجه بس متنرفز يعني صدق ذيك الفترة يا أني توترت وضغط على نفسي وضغط علي وثار وقتها وتوتر حاولت أني أتحمل حاولت أني أصبر تخيلوا لين وصل صار يتصل على زوجي ويحرق زوجي يرسلي مسبات على الواتس والله العظيم أني أسكت وأبلعها واروح أكلم زوجي خلاص يا جماعة الخير يعني ما أنا قادر أتحمل له شهر كامل ما تلحلح من مكانه لا صق عندنا يعني تعبت نفسيتي منه متى يروح متى ينقلع فإذا طلعنا أنا وزوجي يتصل ها متى بترجعون وصلت فيه حتى أني يطلب من زوجي أني أخذ سيارة يتخيلوا يقول إن سيارة قديمة ما تستاهل الحرم تسوق فاعطيني إياها عطيني سيارتها ويقول أصلا ليش أنت تجيب لها سيارة فقال له زوجي هي اشترتها من فلوسها باسمها يعني والله العظيم مرات ما أخفيكم من قهر حتى من زوجي لأن قدام أخوه هذا شخصية ضعيفة جدا شخصيته ضعيفة ما أدري هو خايف منها ما أدري هو خايف أن أخوه يزعل منها طب يا آدم يا أخوك غلطان عادي أخوك يغلط علي عادي يجلس يتماده علي المهم آخر شي تصدقوني ما قال لزوجي قال لزوجي اتزوج وأنا أتفع لك المهار تتوقعون أن زوجي هو اللي جاء قال لي كذا لا يعني أنا سمعته يقول لزوجي أنه يعني يجالس كذا يسولف بصوت عالي عشان يعني اللي ما يسمع يسمع يقول أنا أتفع لك المهار هم شي أنك تتزوج على هذه الرفلة أنت وش مصبرك عليها لا غدا زي العالم والناس وين اللحم وين الدجاج ما غير ذي المكرونة والأسبقتي والبشاميل ولكلات ذي اللي مدري كيف صايرة المهم يجلس يعيب بالأكل حتى اللي أنا أسويه والله العظيم مني يقهر شي يقهر وصلت فينا يرسلي حلويات وصفات يباني أتفنن فيها أنا مدري صراحة مين متزوجة بالضبط يعني مدري وش اللي بلاني بهذا الآدمي وأنا إيلين هنا وأنا مطنشة وساكتة إيلين ما جال زوجي شغل بمنطقة ثانية واضطر أن يسافر هذاك الوقت فأنا هنا قلت لزوجي اسمع والله العظيم ما رح أفتح للباب اللي بيني وبينه ما رح أوصل لا فطور ولا قهوة ولا بتعامل مع أخوك أخوك ما يحترمني وأنا ما رد عليه كيفني أفتح للباب وأعطي قهوة وشاهي فرجاء لا تطلب مني شيء يعني فوق طاقتي يكفي أنك أنت تروح وتتركني بالبيت الحالي فهنا زوجي قال لي خلاص يا بنت الحلال سوي اللي يريحك والصدق ما صرت تفتح الباب صراحة يعني مرة كنت مقتنعة ما رح أتعامل معها أبدا وما بعطي ولا شيء فنصدم ثاني يوم يتصل عليه ما ردت عليه طبعا مستحيل يستوعب يفهم أنه ما حد يرد عليه مهما نسويت أو اتصلت ما حد يرد عليك ما يفهم ما يستوعب راح أرسل علي بالواتس يقول أنا جبت أغراض الحلال لزوجتي تسوي عشان أنت تسوينا لي وكاتب جايب لكم لحمة وجايب خضرة وكذا بيجوني رجال والله الله بيضي وجهي نعم نعم أبيض وجهك يا أخ من أنت عشان أبيض وجهك وعليش يحبي جايبهم يعني ببيت أخوك وتقول لهم أنا زعلان ليه قهر حتى يوم أروح البيت أهلا بيتهم يعني تقوم أمه تقول هلا هلا بولادي لا تقصريم معاه طيب أنت أمه أنت خذي خذي بحضنك مو ولدك لا تقصريم معاه أنت أنا وش دخلني بولدك والله يا جماعة يا قهر فيني هذاك اليوم وأنا خلاص في حرة كده في قلبي يقسم بالله لا أنا قادر أتحمل شي يقهر يعني عقلي مو جالس يستوعب هذا الشيء اللي يصير خير إن شاء الله المهم لست الطلبات طويلة عريضة يبغاني أسويها لها عشان بيعزم رجال وبيجون يتعشون عنده كنت يصير خير واتصل على زوجي وأرسله الصور قلت لزوجي شوف هذه القشة اللي كسرت ظهر البعير خلاص يا آدمي أنا ما عادة بأجلس في هذا البيت دام أخوك وأنا مستحية منك وهو وجهه مغسوله بمرقة عد مدرش بقول يعني هو مستحى منها أبدا لكن لو هو مستحى منك قسما بالله أني لأحطه فوق راسي لكن إنسان وقح لأبعد حد يرسلي ألفاظ مو زينة يحاول يحرضك علي يطلب أمور ماهيلة يتشرط خل يستحى على دمه شوي وانت اختار الحين أنا وعيالك بالبيت يا أخوك فهنا زوجي قل هدي هدي قلت كيف ما الضايق ابن الحلال يعني تخيل هذا يعني فوق إنك تشفت نزوجتها مسافرة وبيتها فاضي يعني عندها بيت ملك وفاضي لم يروح لبيتها يسوي عشا يعزم إن شاء الله القبيلة كلها في بيتها لا يجلس في بيت يعني حتى أنت مو موجود فيه وفوق ذا يتشرط علي أبغى كذا أبغى تطبخي لي كذا لا تطلعين اليوم الفلاني سوي لي كذا باليوم الفلاني أنت بحياتك متفقين على كل شيء آخر شيء يجي إذا يخرب استقلالنا بحجة إنه أخوك فزوجي قالت درين أنا طفشت وأنا تعبت وسوي اللي أنت يعجبك وأنا بقفل جوالي هذا وبفتح جوالي الثاني ورقمي حيكون عندك عشان إذا بغيت تتصلين علي في شيء مهم فرقمي عندك وما يعرف رقم الثاني وما لي دخل سوي اللي أنت تبينا قلت أنا طيب طالما هو أعطاني الضوء الأخضر فالحين أنا جاء شغلي أنا اللي بوريه فأنا كنت جايبة قبل أصلا يعني مفتاح للباب ترفون اللي تدخلون كذا في المفتاح يصير يمفتح ويتقفل رحت بدلت عشان إذا جاي يحاول يفتح الباب ما يقدر المهم جهاز تغراضة وملابسة اللي عندي وحطيتها كلها بكرتون وخليتها قدام الباب قفلت الباب جرس ببيتي وقتماني طال على وإيش ما يسوي أجل أنا يبغاني أطبخ له عشان بيجون الرجال يبغاني أبيض الوجه بعد الحين أوري بياض الوجه كيف يكون فالمهم على المغرب كذا الساعة خمسة تقريبا أو العصر يحاول يفتح الباب يحاول ما يقدر فصار يضرب كذا يركل الباب بقوة يقول فلا أنا أفتح الباب أفتح الباب طبعا مو راضي ينفتح ومو راضي يفتح الباب يقول لي مو راضي الباب مو راضي يفتح فلما سمعت يصارخ مرة مرة خاصة أننا ساكنين بشقة وتحتنا ناس ولا أزعجهم رحت قلت لا ترماني فاتح الباب روح لبيتك خذ أغراضك اللي أنت جايبها عشان أطبخها لك وروح أطبخ لأخوياتك يعني في بيتك وبيض وجهك بنفسك خلاص يا آدمي ترك غثيتنا أنت ما تستحي على وجهك خل عندك ذرة حيا شوي والله العظيم منت رجال أنت مرجال كذا جالس عندي أنت ما تستحي على وجهك شايف أن حتى أخوك مو بالبيت وطالع وتجي تقعد في البيت شو در مقاحة قل لي هذا بيت أخوي وتفتحينه يعني تفتحينه قلتي بيت أخوك بس أنت ما عندك بيت يا الله آمنا بالله وهذا بيت أخوك يعني مو ببيتي طيب أنت فين بيتك آها بيت زوجتك هذاك مو ببيتك وليو شو يوم أنك تجيني زعلان شنبك في وجهك والله شنب حرام عليك في وجهك قسما بالله استغفر الله فخلاص وقتها فصلت علي أنا ما يهمني شي يعني شخص والله العظيم ما يستاهل الحشمة تعرفون الحشمة ما يستاهلها فلما نسمعني أقول لك إن جن جنونا وصار يضرب الباب قوة ويحاول يتصل على زوجي ما يرد عليه زوجي جوالة مقفلة طبعا الجوال الثاني بنتها فيوم جات صارت تضرب الباب معاه وتسبني وتشتمني ويا الله يا حشة تايم كبيرة والله أنا ما قدر أقولها لكم صاروا يدقون الباب يدقون وافتحي هذا بيت ولدي الحين تفتحين ولا كسرت الباب على راسك تقول انت افتحي انت ما تفهمين كلام ما هين قال أنا انقهرت يعني بدل من أنت جاية تأخذين ولدك وتحترمون أنفسكم قلت لها خذي ولدك وروح يرحم أمك أذارك انت عشان كذا ترتيم من البيت لأنك تعرفين انه غثيث مو عشان بنت أختك أصلا لو انت تحبين أختك ما زوجتي بنتها مسكين الولد كذا خذي روحي من هنا وهي ما زالت تقول افتح الباب وانت الحين تفتحين ورجلك على رقباتكم قلت طيب رحت اتصلت على زوجي قلت اسمع تشوف أمك واختك جايين هنا ام سوي لي حفلة عند الباب يا انك تشوف لك حل يا انك تشوف لك حل الصراحة عيالي وقتها وديتهم غرفة الألعاب بس إلا ما يسمعون صوت الضرب والصياح وكذا فقررت ان اتصل على الشرطة يعني هذول جالسين يتهجمون علي غيره قلت لا اختار يا ابوك يا الشرطة طبعا عمي اللي هو ابو زوجي انسان شديد حتى على زوجته هذي زوجته اللي تستقوي علي ترتجف منه قسما بالله قلت بسرعة قرر يا الشرطة يا عمي قال لا يا بنت الحلال دقي على ابوي اهول لو جات الشرطة وابوي بيدري والله العظيم انها تصير عمي قلت اسمع يا عم انا داخل على الله ثم عليك وعلمت عمي بالموضوع كله انهم قدام الباب قلت اسمع تسمع صراخهم يا عم حتى رسائل ولدك في جوالي والله انها سب وشتم على الاكل حتى ما يعجب يصور الفاظ ويقول لي الفاظ مالها داعي ومو بس اليوم كل يسوي معايا فانا ساكت كله عشان زوجي وانا رجال طيب وان تعرف ولدك يعني مو مقصر معايا بشي فقلت يا الله يعني ما علي بتحمل اخوه بس ولدك ذا ما يستحي وجه مغسول بمرق ما يستحي ابت طبعا عمي ما عنده علم بدي السوالف كلها قال لي وقت ولا يهم بنيتي انا الحين جاي بالطريق فعلا والله ما طول مسافة الطريق الا هو جاي عندنا اول ما جاء اصلا وقف الصراخ اتوقع يعني حط رجلة بالدرج وشاف ما عد صار اخو صار هدوء الا يدق الباب عمي قال افتحي افلانة روح البس عبايتك وتعال افتح الباب فعلا قلت طيب بس روح لبس العباية رحت لبس عبايتي وفتحت الباب لعمي قال لي عمي اعطيني جوالك اشوف مرسلك ذا المعفن اعطيت الجوال وجالس يسمع الفويسات طبعا ولده يعني كسول هو ما يعرف يكتب ولا وش قصت مدري صراحة بس كلها فويسات سب وشتايم مرسلها صوت وفيديو فاسمع هم كلها عمي بعدين ناظر بعمتي قال انت يوم سألتك عنه وقلتي لاني رجع البيت كيف هو جالس عنده اخوه وهذا الشي يصير قدامي فانصدمت طلع عمي يحسب ان هذا يعني ولده ببيت اصلا اساسا ما يدري انه عندي بالبيت ومخبين عليه ذا الموضوع لانه ما اعطاني الجوال قال لانه المعفن ذا انا بشيله معاي واخد زوجته وابنته وطلعو والله العظيم طلعت عمتي وهي ترتعد تعرفون الشي يعني ترتد وولده قاعد يطالع فيني كده انه بعيون يبققها يسوي لي حركات واختد يعني حركات تهديد فقل عمي قد شوف شوف يا عم قدامك والله العظيم جالس يسوي لي بعيون كده يهددني ويأذيني وانا ما ادري ش بيسوي لي فرا عمي يعطاها كف على وجه قال انت ما تستحي انت جالس ببيت اخوك عندك حرمة انت عندك حرمة روح لها اخوك حرمة بالبيت وانت تعرف انه ما يجوز وحرام ما عندك بيت تجلس حتى لو زوجتك موجودة بالبيت وسافرت انها تغير جو كذا انت لاش ما تروح بيتك فاضي فصار عمي يسفل فيه قدامي انا صراح استانست خلاص استمتعت وجالسة بس اتفرج وتبوسم عجبني الوضع من جد انقهرت والله العظيم السهل اللي قاعد يصير فيه فبعدها راحوا البيت ورجع زوجي من السفر وعمتي ما زال زعلان ومعصب مني وخايف اساسا ترسل لانها تعرف لو صار شي ما عاد يهمني اي شي اذا ارسل احد او كلمني ابروح على طول اكلم عمي بس الحقيقة بعدها انا ما عاد رحت لهم للبيت حتى لما جاء زوجي صار فيه مشاكل لان ام مكلم زوجي يعني لا تقول لابوك اني انا طلبت منك اني كنت تطلقها لا انت تطلقها من وحدك من نفسك وازوجك انا اللي يعني تبيعها وتشريها واحسن منها وتسواها فلما نشفتهم كذا قد خليهم بتطقاق يعني ما بتواصل معاهم سحبت عليهم من جد فصرت ما اروح لهم الا بعد فترة لما اتصل علي عمي قال لي يا بنتي ما عد صرنا نشوفك وما عد نشوف العيال فلما اتكلمني عمي صرت اضطر اني اروح لهم بس ما اطول عندهم يعني اجلس شوي انا وزوجي وعيالي ساعتين كذا نرجع صار وميدانوني من بعد ذاك الموضوع انه لماذا تشيلين الولد وش ناقصك لماذا تتعلمين تطبخين عشانا وكلام كثير المهم ان علاقتي معاهم مو هذاك الزود فصارت فيه مشاكل فاللي حاب اقول لكم لو زوجك ينحط على الجرح يبرأ انتي من مسؤولة عن اخوه من مسؤولة عن اي واحد من اخوانه انا لو اخته تنبلع والله العظيم احطها فوق راسي لو اخته جات وصار لها ظرف واضطرت انها تجلس معايا ماشي اقول عادي اخته بس اخوانه اشتغني فيه يقدر يستأجر النفس شقة عذابية عادي يجلس فيها يعني ما يستأجر نفس اي شقة اي مكان يروح بيت اهلا يروح بيت اللي فاضي فلا تستقبلين من البداية ولا تقولين عشان خاطر زوجي تكفون بنات لا تضغطون عن نفسكم عشان المشاعر والاشياء هذي اللي يقدمون ها لكم ازواجكم فزي ما سويت انا شوف بالنهاية انا خسرت الزوجي وذا الشي صراحة مو عاجبني بس ما في حال لهذا الشي عشان اوقفهم عند حدهم عشان ما تغلطون بس نفس غلطتي لا تستقبلون من الاساس نهائيا حتى يعني لو يجلس يوم يومين اوكي بس اكثر من كذا لا يعني بكرا يتجرى وشوفوا سبحان الله لمفين ووصلت جرأته يتمشى في البيت ويصير يطلب اشياء معينة وانت تشيلين هم ما تدري ان تشيلين من زوجك ولا من اخو بعد يصير يشرح عليك لماذا تغسلين ملابسي وتكوينها وتخلي ني ادفع فلوس وغسل ملابسي لكذا لا تستقبليه من الاساس اصلا المفروض حتى الزوج ما يستقبل اخوه في بيته يعني يعني يستقبل اوكي عزيمة لا تفهموني غلط يعزم ياهلا وسهلا هو زوج تيجلسون عندنا عادي بس انه يعني يجلس عندنا يسكن سكن لا والله انا ضد الحم والموت فاصلا المفروض حتى الزوج ما يستقبل اخوه في بيته يعني كذا صاح زيارة خفيفة حيا على العين وعلى الراس بس انه يأكل يشرب ينام الفترة طويلة ما تعرفون حتى المدة اللي حيجلس فيها عندكم لا والله ما في حبيبي مو على حساب نفسيتك يعني انك تقبلين اخوه بالبيت يجلس معاه حتى لو سوى كذا انت يروحي بالفترة دي اللي بيجلس فيها البيت اهلك ابد اتركي لهم الجمل بما حمل خلي لهم البيت كله بكبرى فما ادري اذا تعيدوني في نفس الرأي او لا او لكم اراء مختلفة اكتبولي تحت في التعليقات الى هنا انتهت قصتنا لليوم اتمنى اني اشوفكم في قصة جديدة وفيديو جديد انا وانتم بخير دائما ان شاء الله الى ذلك الوقت استودعكم الله